صباح الخير وصبح صبح في برنامج استباحة على قناة ست البيت استباحاتنا النهاردة استباحة خفيفة استباحة فرش استباحة جميلة استباحة سهلة صيفية وصيفية وسريعة استباحاتنا النهاردة استباحة العصاير هنأمل لكم النهاردة تشكيلة مختلفة من العصاير في الأربع فقرات مع فريق استباحة خلونا نصبح على الستات الحلوات والشفات الجمال صباح الفل يا أمل صباح الخير صباح الخير يا رمين صباح خير كريم شيف محسن صباح الخير يا كريم صباح الفل ما قال لك يا جميل صباح الفل على كل ديوفنا اللي بيتابعونا من كل حتة في الدنيا وبنفكركم دايماً إنه أي وصفة إحنا بنعملها في برنامج استباحة بتكون موجودة على قناة ست البيت وبتكون موجودة على صفحة قناة ست البيت على الفيسبوك والويب سايد بتاع قناة ست البيت وممكن تتواصلوا معنا أي وقت لو في فكرة جديدة عايزنا نقدمها لكم نهاردة هنأمل أول عصير مع أمل العجارمة أمل هنأمل إيه؟ رح أعمل ملك شيك بالبسكوت ملك شيك بالبسكوت أوكي مقدرنا أي أعمول مقدرنا بسكوت سادة بسكوت سادة أي بسكوت أي بسكوت كاسة من الحليب أوكي يعني لبن تبعكم معلقتين من زبدة الفول السوداني بالضلط هي هاي زبدة الفول السوداني ربع كاسة من قهوة السريعة الدوابان ثلاثة أربع بولات من آيس كريم الفانيلا ونصف كاسة من الماء هل أريد أن أضعها مقدر سهلة كثير وما بدهاش فن يعني طريقة جديدة وحلوة تمام ويطلع سيئة من الآيس كريم ساعة بالضبط عشان الآيس كريم ساعة أول ما سأخذه أني سأضع الماء وأضعه بقلبها النس كافي على البارد؟ بيبقى مع الماء أيوة معلقة؟ معلقة كده؟ أيوة بالضبط طب ممكن معلقة صغيرة؟ ممكن تفضل نقيم هاي من وجه هنا بدي أخذ البسكوت أيوة البسكوتات بسكوتات؟ نوع معين البسكوتات يا أمل هلأ فيه نوع معين بيكون بالقرفة يعني هو مفضل أن نسوي هاي الوصف فيه لأنه إليه كمان الزبدة تبعته عرفتي بس أنا اليوم حبيت أسهل على الناس إن رح أعطيهم المقادير الموجودة بأي بيت بأي سوبر ماركة تقريب عليهم تمام مناش نعقد يعني الأمور أوكي بتفضل شكرا ده نصف كدهية ماية آه معلقة كبيرة من الأهل السربة الدوبان رح أحط كاست الحليب تمام عنك؟ لا معلش مانبيليا بيليا رح أخذ الأيس كريم آه بولا بالفانيليا آيبا رح أخلي آخر واحدة للوجه عشان نزين فيها أكتر واحدة بالحية بتوسخ معالق أنا ورح أخذ كمان بينا بطر أيوة بصف رح أخذ تقريبا معلقتين هي أنا فازة قوي لفازة قوي وإحنا إذا ملاحظنا مش حطين سكر أصلا ما مش محتاجة طبعا عندك الآيس كريم وعندك البسكوت لو فيه سكر وقرفة بصف البسكوت بسادة أيوة تمام نضرب؟ نضرب يلا hypothesis يلا يمكنه لا ثاني؟ تباً يعني هو بدي يكون قهوة مع عايز كريم فبتحسيه بالضبط لا والباسكوت متى يلي هو اللي بيتقلو يا أمل؟ بتقلو أه أريد لغاية الآخر؟ لا أستخف مميز أيضاً خط أبس أمسح أنك أستخفت له الدنيا عادي كريم الرجل في المطبخ الرجل في المطبخ يؤدي إلى وصفها في كل الشقة الله يعلم مرتك عليك بس تصنع طبعاً للناس اللي زي الشيف محسن فروفيشنال لا أنا أخلص مفيش حاجة بسكتب أه أحلى حاجة مهم كده؟ نحط أساساً رحته فضيعة فضيعة نحطها دول هلأ كمان لا والباسكوت كمان ما يبوش فيه بيتققلوا مش كده أو ليه؟ تقدر تحط أس كريم أحط أس كريم أحط أس كريم أحط أقسمها على الكستين على الكستين على الكستين حالو؟ يعني ده أما العصير دوت مناسب للصغيرين والكبار أو العصير للأهوة؟ يعني للأهوة؟ بلاش أهوة أهوة عايز أقول لك يا نرمين أن الصغيرين بيأخذوا في الشوكولاتة لأهوة سريعة الدوبان دي مفهش يعني مش الوحم يعني لا فهما بيأخذوا في الشوكولاتة كافين أكتر أكتر طب أنا عايز أقول لك حاجة أنا باستغرب لما بلاي أطفال تقول لك أنا عايز أشرب شيء ماما عمليلي معاكي شيء طب ازاي؟ كنا أحنا صغارين كنا أهلي أنا كنت أقول لك أن الصبح أختي كنت تشرب مسكافية باللبن يعني أهوة سريعة الدوبان باللبن مع زيرة وأنا كنت أقول لك بشابي لبر أوك أيوة بس دبسلني كام لا لا كنا أحنا صغارين أه بصراحة وبعدين لما أمي بقى كتت دايما تشرب قهوة توركي فكنا يعني بالعافية كل فين وفين أمي كانت تدينا يعني إيه ماما ممكن ناخد بققى قهوة أنا ده بخد بققى بس صغير مهم أقضب عليك؟ دلوقتي بقت الدنيا ستح مده كل ما إسمح لكن أنا فضلت الغاية لم تبضيح مسوعة 20 عام كمان خلبي ليب لقللقة يا شيء محسن بقى شاي بحليب الفطير وكلام ده بقى في البت خرش سبربراكت فيه أهوي يعني للباردة أوه ماذا رائعة يا نرمك؟ حلو قوي، أنا دوت البسكوية ماذا رائعك؟ أنا مدوتش لأن عشان أتثوره اه بس يعني طعم وحلي اه وغريب وخفي يعني انا كنت حاسة بقى الايس كريم والاه مش تقيل قوي يعني هو تقيل هو مش خفيف اوه ولا تقيل حتى تشرب بيه ادات كابل الكاسة واللذيذ انه من غير السكر لا ما في سكر مش حيو كتير ساحنا رمين لا هي فيه مزازة الكافيه اللي هو القهوة وفي نفس الوقت مش مر اه احنا جماعة فكرنا النهاردة انه يعني واحنا بنقد المواضيع بتاعت الشهر مع فريق الاعداد استاذة ريمان فكرنا ان احنا نعمل يعني حاجة تكون زي ما قلنا لكم قبل كده احنا دائما بنتزنق في الوقت احنا بنحاول نديكم المعلومة كاملة بس ساعات الوقت العشر دقيق او الاثناشر دقيق اللي هم بتوع الفقرة ما بيغضموناش فقلنا النهاردة خلونا نعمل حاجة سهلة بالظافر متناول الجميع كل بيت فيه بسكوت كل بيت فيه قهوة سريعة الدوباء كل بيت فيه ايس كريم مفيش ايس كريم كمان اضافة للحاجة اللي عملتها امل ممكن تعملي الايس كريم زي ما قلنا نفس ايس كريم الفانيلا بودرة فانيليا او فانيلا او كريمة بودرة مع زبادي وتضربيهم في الخلاط هايبقى ايس كريم لو يعني تزنقتي ومعندي كيش ايس كريم مش كده اللي اقوموا او علبة كريمة بودرة كريمة بودرة كريمة بودرة ممكن تتعامل الفرابي بقى بالشوكولات ايوان مش كده او ايه ممكن تتعاملوا واحد يفنن اللي هو عايد طبعا في ايطاليا طبعا ملوك القهوة القهوة والفرابيات والفرابيتشينو والفرابيتشينو والحاجات القهوة بتخش في حاجات كثيرة او في الحلويات اه زي ايه مثلا شايف ماذا؟ اتراميسوه انا احبه كتير احبه كتير ده يعني هو الاصل بتاعه الحلو بتاعه بالقهوة ميش بحاجة تاريخ هو ممكن يتعامل بعصير الفراولة وممكن يتعامل بعصير برطقان بس هو قهوة هو عصر وتحط لانه هو الطعب يقفل بس كوي صح في البفريزي ده حطه بيتغطسه بغطسه بقهوة طلعه على طعام بالقهوة مغطسه في عصير فراولة طلعه بالفراولة يعني ممكن تعمله بكذا نوع بس هو المحبب تب وحاجة زي كده شوف محسم يعني التقليد عند الطلاينة ياخدوها بعد ساعة 12 ولا في أول اليوم ولا حلو بعد الأكل لا دي حلو بعد الأكل حلو بعد الأكل حلو بعد الأكل مثلا البسكوي كمان والأيس كريم طبعا طبعا ممكن تخش عادي مكان بار عادي تطلب حاجة زي طلب ولو بالقرفة برضو هنستخدم أيس كريم فانيلا اه لانها فانيلا بتلبق مع كل إشي لانها بتحسها يعني خلاص ما مفيش هداك الطعم اللي بيقدر يكثر طعم تاني أنا بالنسبة لي بحب القهوة كتير فبحب أدخلها بكل إشي يعني أي حلو فيها قهوة بحبه محبة بالقهوة طعمها في الحلو محبة وهو مع الشوكولاة يعني أو الحاجات اللي هي مستمدة من حبوب القهوة أو حبوب الكاكاوة إيه اللي تاني يمشي غير الفانيلا يعني لو قلنا مثلا دايما هتك لأ على شوكولاتة دايما ممكت إيه شوكولاتة أو أجلي أجلي ملائيا لا وفي آاج هلشوكولاتة بالقهوة 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 والقهوة هلأ صار فيا مع الشوكولاتة عمت realized ممكن نأخذ الفوزدق، استاشيو، البندق بندق مع شوكولاتة، فوزد ببقى وشوكولاتة بالنعناع برضو يا شاسي البندق ده لقت قبول فضيع في الأيس كريم؟ في الأيس كريم بتاع البندق ده جميلة طعم جميل والبندق والطفي والكراميل والكراميل دلوقتي تخلي مالك، كل الفواكه اللي انت تتخيلها لها جلال كل الفواكه دلوقتي، طاع أطعمها كتير قوي، بجد بعض الفواكه فيه جلال أنا مرة دخلت، سوريا لمية تفضل لا ده الأيس كريم كمان، فيه الأزرع اللي هو الـ الـ فكاية اللي هو الـ اللي باية المستيك علكة 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 دلوقتي بقى أعمله، أنا ده مرة دخلت محلّة لي كنت ده بقول قبل من ربيك تتكلم دخلت محلّة لي كنت ده أس كريم بصل بصل؟ كل حاجة تلقى تلقى والحل ودقته؟ لا ده جدبع ده جدبع البصل جديد عليّ بس، البصل جديد عليّ بس الفواكه كلها موجودة كريم أقول لك الحاجة يا شاف، لو نفتكر في مرة كنا كنا عمين حلقة فيعني أعملت أنا أس كريم من الزبادي جربت في الصيف بقى فطلق لتيني الشوكي العربية تتيني الشوكي بقى والراجل بيأشر فخدت لي كده أربعة خمسة ورحت مفرّزهم وعملت بيهم أس كريم، أكلت أس كريم مختلف حاجة أبتين شوكي صبر يعني؟ اللي هو فيه شوك صبر ومليان بزر صبر ده بيتاكل؟ من الشوكي من الشوكي؟ أه أبتين شوكي لأ، أبتين شوكي دوت وأبتين حاجة سيف جداً تأكلها من على أي عربية تدخل على العربية تأكل ثم لابسين لابسين الجوانتي وقاعد بأس شرب السكينة ومعال الحمبية لازم السكينة تباحاني عشان يخش فيه كده يوم قطع والتيني البرشومي برطاكرة عمل أس كنتين برشومي جدير حلوة دي طب إحنا هندعوكم لفتتاح محلات أس كريم أس كريم أيوة طيب خلونا هنطلع في أصل ولسه مكملين معاكم في استباحتنا النهاردة استباحت العصاير لسه معانا ثلاث فقرات أنا هعمل حاجة ونرمين هتامل حاجة وشوف محسن هيعمل حاجة تانية شوفنا الكافي الجميل اللي عملته لنا أمل بالأس كريم والبسكوي والقهوة سريعة الدوابان هو نص قهوة نص سمودي نص فرابرشين مش فاهمين لسه بس تعموا حلو جداً هنصور الكاب التاني دوت عشان نحطه لكم في صفحة استباحة عشان تشوفوه ومعاك الوصفة لو حبيتوا تعرفوها سألونا عليها نشوفكم بعد الفاصل في استباحة العصاير استباحة